الله اكتب الله اشهد ان مولانا امير المؤمنين عليا ولي الله الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلى الله على محمد وآله محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون صدق الله العلي العظيم خطب خطب المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أيام حكمه الظاهري يوم الغدير خطبة خطبة عظيمة المضمون رائعة الإبارات روي عن الإمام سيد الشهداء صلى الله عليه عليه أنه قال عن هذه الخطبة قال حمد الله تعالى حمداً لم يسمع مثله وأثنى عليه ثناء لم يتوجه إليه غيره الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه الذي ذكر في هذه الخطبة شيئاً الناس ما كانوا قد سمعوا مثل هذا الشيء رقى مستوى الناس فيما يرتبط بمجموعة من الأمور من أهمها التوحيد النبوة الإمامة خطبة عظيمة جداً تكفينا في عظمة هذه الخطبة هذه العبارة عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة بدأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالحمد لله عز وجل والتوحيد هكذا بدأ الحمد لله الذي جعل الحمد من غير حاجة منه إلى حامديه وطريقاً من طرق الاعتراف بلاهوتيته وصمدانيته وربانيته وربانيته وفردانيته وسبباً إلى المزيد من رحمته ومحجةً للطالب من فضله وكمن في إبطان اللفظ حقيقة الاعتراف بأنه المنعم على كل حمد باللفظ وإن عظم وهكذا استرسل المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الخطبة في بيان توحيد الله سبحانه وتعالى بعد ذلك انتقل إلى فصل ثاني في بيان نبوة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله ثم انتقل إلى فصل آخر في بيان الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وآله ثم انتقل إلى بيان ما يرتبط بالإمامة وما هي الصفات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأئمة قال في هذا المقطع وإن الله تعالى اختص لنفسه بعد نبيه صلى الله عليه وآله من بريته خاصة اختص لنفسه علىهم بتعليته وسمى بهم إلى رتبته وجعلهم الدعاة بالحق إليه والأدلاء بالإرشاد عليه لقرن قرن وزمن زمن أنشأهم في القدم قبل كل مذروق ومبروق وأنواراً أنطقها بتحميده وألهمها على شكره وتمجيده وجعلها الحجج على كل معترف له بملكوت الربوبية وسلطان العبودية واستنطق بها الخرسات بأنواع اللغات بخوعاً له بأنه فاطر الأراضين والسماوات واستشهدهم خلقه وولاهم ما شاء من أمره جعلهم تراجم مشيته وألسن إرادته عبيداً لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون يحكمون بحكمه ويستنون بسنته ويعتمدون حدوده ويؤدون فروضه كان بودي أن أقف عند هذه العبارات بعض الوقفات لنستكشف من هذه العبارات معاني مهمة فيما يرتبط بالعقيدة التي تجري في العمل ولكن الفرصة ضيقه بسرعة أمر على بعض هذه العبارات ما هي مواصفات الأئمة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى أو حسب تعبير الإمام اختصهم لنفسه بعد نبيه صلى الله عليه وآله ما هي مواصفاتهم في مقطع من هذه العبارة التي قرأتها لكم يقول أنشأهم الله عز وجل أنشأ أولئك الذين اختصهم لنفسه بعد نبيه صلى الله عليه وآله أنشأهم في القدم حقا تحتاج هذه الكلمات إلى تدقيق كلمة القدم كلمة جدا عظيمة أنشأهم في القدم أنشأهم في القدم قبل كل مذروق ومبروق أنوارا أو وأنوارا أنطقها بتحميده وألهمها على شكره وتمجيده يبدو لي العبارة هذه إجمالا واضحة في جمع المؤمنين الذين سمعوا ما سمعوا من الروايات الشريفة التي صرحت بأن الله سبحانه وتعالى ابتدأ خلقه أول ما خلق الله عز وجل هو نور محمد وآل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد وآل محمد ثم قال عليه الصلاة والسلام جعلها تلك الأنوار الله عز وجل جعل تلك الأنوار الحجج على كل معترف له بملكوت الربوبية وسلطان العبودية أهل البيت الأئمة عليهم الصلاة والسلام وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله هم حجج على البشر فقط كلا هم حجج على كل معترف لله عز وجل بألوهيته حجج على الملائكة حجج على الجن حجج على الإنس حجج على الجمادات الجمادات أيضا تعترف لله عز وجل حجج على كل معترف له بملكوت الربوبية ثم قال عليه الصلاة والسلام واستشهدهم خلقه نعم استشهدهم خلقه جعلهم الله عز وجل شهودا على خلقه تقول لي توجد روايات قد تنكر هذا المعنى قيمة العالم هنا تظهر كيف يجمع بين الروايات الشريفة نعم استشهدهم خلقه كلام إماما وليس في هذا الحديث فقط عشرات أقول عشرات من الأحاديث الشريفة تبين هذا المعنى وولاهم ما شاء من أمره أي شيء شاءه الله عز وجل من أمره جعل الأئمة ولاة عليه اللهم صلى على محمد وعالوه وَجَعَلَهُمْ تَرَاجِمَ مَشِيَّتِهِ وَأَلْسُنَ إِرَادَتِهِ الله عز وجل شاء أشياء أراد تكوين خلق رزق أي شيء أراده الله سبحانه وتعالى من الذي ترجم ذلك عملياً هذا المقطع من المقاطع التي تدل على ما يراه جمع وجمهرة من العلماء الكبار بأن الله سبحانه وتعالى جعل أنوار أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هي الواسطة في كل الفيض هي الواسطة في خلق من شاء الله سبحانه وتعالى أن يخلق في رزق من شاء الله سبحانه وتعالى أن يرزق في كل شيء شاءه الله من هم الذين ترجموا مشيئة الله عز وجل خارجياً الله شاء خلق الملائكة من الذي ترجم هذه المشيئة لله عز وجل الله عز وجل أراد خلق السماوات والأرض من الذي ترجم هذه الإرادة لله سبحانه وتعالى هم ترجموا هم صنعوا ما أراده الله سبحانه وتعالى وهذا المعنى مذكور في الآيات القرآنية بعض الآيات القرآنية تدل على هذا المعنى وبعض الآيات القرآنية يستفاد منها هذا المعنى من الآيات القرآنية التي تدل على هذا المعنى قوله تعالى وكل شيء أموم أموم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين من الآيات القرآنية التي تدل على هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم وآيات قرآنية أخرى أما الآيات التي يستفاد منها هذا المعنى فبالعشرات لا بالمئات بالمئات الآيات التي يستفاد منها هذا المعنى هي بالمئات من جملتها الآيات الكثيرة التي جعلت أفعال الله سبحانه وتعالى بصيغة المتكلم مع الغير خلقنا رزقنا وهبنا كم من الآيات القرآنية تبين أفعال الله سبحانه وتعالى بصيغة المتكلم مع الغير للمتكلم وحده هذا المعنى لا أريد أن أدخل فيه ذكرته سابقا وَجَعَلَهُمْ تَرَاجِمَ مَشِيَّتِهِ وَأَلْسُنَ إِرَادَتِهِ الَّذِي يُتَرْجِمْ مَشِيَّةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إلى الواقع هم محمد وآل محمد صلوات الله عليه السؤال كيف يمكن كيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى يفوض كل هذه الأمور إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أمور دقيقة التكوين دقيق كل ذرة في هذا الكون دقيق كيف يمكن أن يفوض كل ذلك إلى تلك الأنوار الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في آخر هذا المقطع من الخطبة العظيمة يبين الدليل يبين الألة لا الدليل الذين استدلوا به على الآخرين لا الدليل الحقيقي كيف جعلهم الله بأي شيء جعلهم الله سبحانه وتعالى الواسطة في كل الفيض كيف يقول صلوات الله عليه عبيدا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الله عز وجل جعل أهل البيت هكذا جعل حسب تعبير الإمام صاحب الأمر أرواح العالمين له الفداء يقول قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء شئنا أو فما شاء شئنا جعلهم هكذا قلوبهم أوعية لمشيئة الله لا يشاءون إلا ما يشاؤه الله سبحانه وتعالى عند ذلك فوض إليهم عند ذلك جعلهم الواسطة في كل الفيض عبيدا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون مقطع يحتاج إلى وقف طويلة ولكن الوقت ضيق الخطبة هذه خطبة عظيمة جدا تحتاج إلى شرح بل أقول شروح يكفينا هذا المقدار كإشارة موجزة إلى مقطع من هذه الخطبة مرتبط بالإمامة والأئمة صلوات الله عليه أمامنا أسبوع من أروع الأسابيع في أيام السنة أسبوع في كثرة المناسبات العظيمة السعيدة فيه لعله يكون فريدا طيلة أيام السنة في هذا الأسبوع الذي يبدأ من يوم الاثنين القادم وحتى ثمانية أيام في الواقع إلى الاثنين الذي بعده توجد مناسبات عديدة أكثر من عاشر مناسبات كبيرة سعيدة مرتبطة بالمولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومرتبطة بعضها بالخمسة الطيبة صلوات الله عليه من جملة المناسبات في هذا الأسبوع أعظمها عيد الغدير الأغر عيد الله الأعظم والأفضل والأكبر الكلمات التي وردت في الروايات الشريفة عن عيد الغدير في الثامن عشر من ذي الحجة الذي يصادف يوم الاثنين القادم ثانيا المؤاخات النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من فرصة آخا بينه وبين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما أهمها أعظمها أشهرها أوضحها كان في يوم الغدير يعني في الثامن عشر من شهر ذي الحجة في السنة العاشرة الهجرية ثالثا البيعة الأولى لأمير المؤمنين بحضور رسول الله صلى الله عليه وآله وبأمره صلى الله عليه وآله بايع كل من حضر في يوم الغدير جمع من علماء العامة قالوا أن الذين حضروا في يوم الغدير كان عددهم مئة وعشرون ألف شخص أمرهم النبي صلى الله عليه وآله رجالا ونساء طبعا النساء بطريقة خاصة أن يبايعوا أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله كان ذلك في الثامن عشر من شهر ذي الحجة للسنة العاشرة الهجرية رابعا هذه البيعة الأولى رابعا من المناسبات في هذا الأسبوع البيعة الثانية لأمير المؤمنين صلى الله عليه لا يصح أن نقول من الصدف لا حكمة الله سبحانه وتعالى اختضت أن تكون البيعة الثانية لأمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وعليه أيضا في الثامن عشر من شهر ذي الحجة ولكن بعد ربع قرن بالضبط بعد البيعة الأولى في الثامن عشر من شهر ذي الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة قتل عثمان فهجم الناس على أمير المؤمنين ليبايعوه حسب تعبير الإمام في الشقشقية العظيمة يقول فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي اللهم أصلى على محمد وعلى محمد الضبع هذا الشعر الذي يكون على رقبته متراكم جدا هذا يسمى عرف الضبع فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إلي ينثالون علي من كل جانب حتى لقد وطأ الحسنان وشق عطفاي الناس اجتمعوا حول أمير المؤمنين بعدما رأوا من البلايا والمحن ما رأوا رأوا أن خلاصهم لا يكون إلا بطريقة أمير المؤمنين بيد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فبايعوه في الثامن عشر من شهر ذي الحجة في عيد الغدير السنة الخامسة والثلاثين من مناسبات هذا الأسبوع أعظم زفاف في الكون زفاف السيدة الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وعلى آلهما حيث كان على قول في الليلة التاسعة عشر من شهر ذي الحجة سنة السنة الثانية للهجرة سادسا من مناسبات هذا الأسبوع العظيم نزول أعظم فضيلة لأمير المؤمنين في كتاب الله ما هي أعظم فضيلة أمير المؤمنين الفضائل لأمير المؤمنين في كتاب الله بالمئات أعظمها ما هي الآية التي ذكرت أعظم فضيلة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه آية المباهلة التي جعلت أمير المؤمنين نفس رسول الله صلى الله عليهما وآلهما اللهم صلى الله عليهما وآلهما هذه الآية تعني أن كل ما كان لرسول الله باستثناء النبوة والرسالة أن كل ما كان له صلى الله عليه وآله فهو له أمير المؤمنين لأمير المؤمنين صلوات الله عليه قضية المباهلة كانت في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة ونزول آية المباهلة المناسبة السابعة أيضاً في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة نزول آية التطهير هذه الآية المباركة تعلمون نزلت أكثر من مرة مرات عديدة نزلت إحداها كانت في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة في هذا الأسبوع وهذه الآية تعلمون من أوضح الآيات دلالة على عصمة الخمسة الطيبة صلوات الله عليه وأهل البيت بالمقدار الذي يطلق هذا اللافظ المناسبة الثامنة أيضاً في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة نزول آية هي من أوضح الآيات القرآنية دلالة على إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهي آية الولاية آية التصدق بالخاتم عندما تصدق أمير المؤمنين بالخاتم نزلت هذه الآية إنما الآية التي جعلت ولاية أمير المؤمنين بعد ولاية الله وولاية رسول الله مباشرة وحصرت الولاية فيهم إنما إنما أداة حصر إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون الله ورسوله المناسبة التاسعة في هذا الأسبوع في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة في آخر ذلك الأسبوع لعل هذه المناسبة أيضا ما تكررت في زمن النبي صلى الله عليه وآله الآيات القرآنية التي نطقت بفضائل أهل البيت كثيرة ولكن في مرة من المرات نزلت ثمان عشرة آية متتالية في مدح أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وفي قضية واحدة سورة الدهر ثمان عشرة آية قرآنية تنزل في شأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بدءا من قوله تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إلى ثمان عشرة آية قرآنية نزول هذه الفضيلة العظيمة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كان في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة المناسبة العاشرة الناس حصل لهم ما حصل لهم بعد ربع قرن من استشهاد النبي صلى الله عليه وآله لأول مرة لهم يصلون صلاة هي صلاة رسول الله وخلف خليفة رسول الله عثمان قتل يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة سنة خمسة وثلاثين هجرية خمس وثلاثين هجرية في ذلك اليوم في يوم الجمعة كان الناس كانوا في حال عجيب عجيب مقتل عثمان تعلمون قضية عجيبة كانت فإما ما صلوا صلاة الجمعة وإذا أقيمت لا يعلم كيف كان طبعا أمير المؤمنين صلى الله عليه في ذلك اليوم خطب خطبة ليست خطبة الجمعة خطب خطبة بعد أسبوع من ذلك اليوم بالضبط في الجمعة التالية التي كانت تصادف اليوم الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين هجرية الناس كان كثيرا منهم قد نسي حتى الذين رأوا قد نسي صلاة النبي صلى الله عليه وآله صلوا هذا موجود حتى في مصادر العام صلوا صلاة مثل صلاة النبي خلف خليفة رسول الله أول صلاة جمعة يصليها الناس مثل صلاة النبي صلى الله عليه وآله كانت في يوم الجمعة الخامس والعشرين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين للهجرة خلف أمير المؤمنين وسمعوا خطبة الجمعة لأول مرة من لسان أمير المؤمنين صلوات الله عليه هذه أو تلك عشرة كاملة عشرة عشر مناسبات عظيمة في هذا الأسبوع طبعا هناك مناسبات سعيدة أخرى أيضا من اليوم الثامن عشر من ذي الحجة إلى اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة أبارك لكم هذه الأيام السعيدة العظيمة الجليلة العظيمة العظيمة الأثر العظيمة الأثر في الدنيا العظيمة الأثر في الآخرة تأثير هذه الأيام تكون يكون في الآخرة أيضا الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم الفرحة على قلوب آل محمد وعلى قلوب شيعتهم بظهور مولانا وسيدنا بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي المنتظر من آل محمد ترجمة نانسي قنقر